تحول المخيف لطريقة الاحتجاجات على السكن خلال الفطرة الأخيرة فبعد أن كان رفض فكرة عدم الاستفادة من شقة مقتصرا على غلق الطرقات أو توقيف مواكب المسؤولين أقدم مواطن من ولاية الطرف بعد تهديم مسكنه الفوضوي على قتل نائب رئيس بلدية البسباس في جريمة هي الأولى من نوعها بهذا الشكل جريمة أخرى صاحبت تهديم السلطات المحلية لسكنات الفوضوية اذ تم الاعتداء على مواطنات بطعانات سكين جريمة الطرف لم تكن وحدها بل هي حالة تضاف إلى حالات أخرى سجلت منها إقدام مواطن من عين بنيان على حرق نفسه بسبب إقصائه من قائمة المستفدي من السكن ولايات أخرى أيضا شهدت هذه الأحداث المأسوية هذه السنة على غرار ولاية لمدية التي سجلت حالة انتحار مواطن بسبب أزمة السكن التقارير الأمنية الآخرة دقت ناقوس الخطر وحذرت من تداعيات ارتفاع حالات الاحتجاج العنيف بسبب ما يعتبره المحتجون ظلما في توزيع السكن فهل تراجع الحكومة شروط ومعايير الاستفادة؟